أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بيئي معالجة المياه الوحدة الخامسة نوص تسجيل المقاطع للشرح محتوى هذه الوحدة واليوم نتناول في هذا المقطع معالجة مياه الصرف الصحي ويست ووتا تريتمينت ويست ووتا تريتمينت نقل المياه المستعملة وتجميحها في أحواض كبيرة هذه مراحل المعالجة إذن مرحلة النقل والتجميع هذه نمرة واحد نقل المياه المستعملة وتجميحها في أحواض كبيرة نمرة اثنين الغربلة للتخلص من الأجسام الكبيرة مثل الحجار والغصان وذلك باستخدام مصفاه في حين تتجمع الأوحال في الأسفل وتطفل زيوت والشحوم في السطح لتسهيل إزالتها إذن النقطة الأولى مسألة نقل المياه وتجميعها النقطة الثانية مسألة الغربلة المرحلة بتاعة الغربلة نمرة ثلاثة معالجة كيميائية تضاف مواد كيميائية لترسيب الملوثات الكيميائية الموجودة في الماء وبعد ذلك تزال بواسط التصفيق وبذلك تزال بواسط التصفيق إذن المرحلة الثالثة معالجة الكيميائية نمرة أربعة تهوية ومعالج بيولوجية تضاف بكتيريا لتحلل المواد العضوية التي تلوث بها وتتم التهوية كذلك بعد هذه المرحلة يمكن التخلص من المياه دون إضرار بالبيئة ولكن هناك مرحلة خامسة وهي مرحلة التعقيم يمكن إضافة مراحل أخرى مثل الترسيب والفلتر بالرمس ثم تعقيم التعقيم بالكلور ثم التعقيم بالكلور بعد هذه المرحلة يمكن أن تستخدم المياه المعالجة في الزراعة والصناعة إذن أهم حاجة المرحلة الأخيرة هي مرحلة التعقيم إذن هنا خمسة مراحل موجودة في مياه في تحلية أو معالجة مياه الصرف الصحي هنا رسمة واضحة بشكل جيد إنه توضح توضح معالجة مياه الصرف الصحي تجمع تنقل المياه من أماكن إنتاجها وتجمع ثم تغربل هنا الغربلة نلاحظ بشكل واضح وإزالة الرمال الوحل والرمال هنا نلاحظ بشكل واضح إزالة الزيوت عندما تطفو وهنا المعالجة تتم المعالجة الكيميائية وذلك هنا في مرحلة أولى هنا التصفيق التصفيق هو المواد الزات المترسبة يتم التخلص منها هنا تصل إلى كأنها الأوحال وبعض ذاك الماء النقي يستمر وهكذا موجود في هذه المرحلة هنا المعالجة البيولوجية مزج الماء بالهواء للتخلص من المواد العضوية هنا في هذه الأحواض وتعريضها لهواء وأيضا ما ينتج عنها من أوحال إلى آخره هنا تصفيق سانوي أي هنا تصفيق أنه يكون عندنا مياه وهنا مواد كواحل إلى آخره يتم هنا ونجمحها ونجففها كما نلاحظ أنه ممكن نستغلها كأسبدة أو التخلص منها ودفنها ورميها وهنا المياه الناتجة من مياه الصرف الصحي يمكن نلقيه في الأنهار بعد ذا أو نستخدمه في الزراعة بشكل واضح يعني ولا يكون أنه مضر بالنسبة للبيئة ترجمة نانسي قنقر